رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الانضمام لنادي الهلال السعودي في لالتلك الفترة من الانتقالات على الرغم من الإغراءات الكبيرة التي تلقاها البرتغالي من الزعيم الأسيوي وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورك الإسبانية نقلا عن النسخة البرتغالية من شبكة سي إن إ فإن رونالدو رفض عرضا بقيمة 242 مليون يورو من نادي الهلال السعودي لمدة عامين مما يعني أكثر من 2 مليون يورو أسبوعيا ويعتبر هذا عرضا تاريخيا إذ أنه كان سيجعل رونالدو يحصل على راتب سنوي قيمته 121 مليون يورو وهو الذي لم يحصل عليه أي لاعب في وقت سابق إلا أنه رفض رونالدو وقرر الاستمرار في الملاعب الأوروبية ويذكر أن رونالدو كان قد قال صراحة عن رغبته في اللاعب لنادي ينافس في دوري أبطال أوروبا هذا العام بعد إخفاق اليونيت في الوصول لنسخة الموسم الحالي بعد خيبة الدوري المحلي الموسم الماضي وكان الموسم الأول للدون بعد العودة من جديد لقلعة أولا دي ترافورد مخيبا بكل المقاييس بعد خسارة كل البطولات وذكرت صحيفة سبورد أن وكيل رونالدو خورفي منديس قدم عروضا لمجموعة متنوعة من الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكن دون أي نتائج مثمرة ما أكبر الدون على الاستمرار مع منشستر يونيتد حتى الانتقالات الشتوية القادمة اشتركوا في القناة